بسم الله الرحمن الرحيم دورة التسويق الرقمي والذكاء الإصطناعي في البداية سأبدأ في التعريف عن نفسي الاسم دكتور محمد لعبيد دكتوراه في الذكاء الإصطناعي ماجستير في علوم العلوم وباكلوريوس في تكنولوجيا المعلومات مدرّد التسويق الرقمي في العديد من المراكز التعليمية من أكثر من 10 سنوات استشاري لعديد من الشركات في التسويق الرقمي والذكاء الإصطناعي خلال هذه الدورة تتضمن الدورة المحتوى الرقمي سيتم تزويد المتدربين بمحتوى رقمي للمحاضرات كملفات PDF 15 محاضرة تفاعلية مدة المحاضرة ساعة ونص غالباً سيكون يومين بالأسبوع الجمعة أو السبت حسب ما نتفق مع بعض المتدربين بنهاية المحاضرة سيتم تسجيل المحاضرة وتزويد المتدربين بالمحاضرة المسجلة سيتم تزويد المتدربين بمكتبة رقمية تحتوي محاضرات في التسويق الرقمي المكتبة تتضمن أكثر من 60 ساعة أو 50 ساعة في التسويق الرقمي وأيضاً سيتم تزويد المتدربين بمكتبة رقمية لاختبار مدى وصول المعلومات للمتدربين المحاور الأساسية التي سيتم تغطيطها خلال هذه الدورة ست وحدات، الوحدة الأولى بتتكلم عن التسويق الرقمي وذكاء الإصطناعي مفهوم التسويق الرقمي مع ذكاء الإصطناعي الوحدة التانية تتكلم عن المواقع الإلكترونية وذكاء الإصطناعي الوحدة التالية بتتكلم عن كافة أشكال الإعلانات يلي ممكن إنجازها أو إدارتها من خلال إعلانات بوكل مع الذكاء الاصطناعي. الواحدة التالية بتتكلم عن شي ما نسميه تحسين محركات للبحث مع الذكاء الاصطناعي. الواحدة اللهr التالية تتكلم عن احصائيات جوجل رح نتكلم على عداة تسمى جوجل انا لايتيكس اربعة. اه رح نتكلم عن هي الاداة. وكيف ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع احصائيات جوجل ان miniوليتكس. الواحدة الخامسة تتكلم عن إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي على إدارة الحملات الإعلانية على الفيسبوك، إدارة الحملات الإعلانية على إنستجرام، إدارة الحملات الإعلانية على التوك توك، وإدارة الحملات الإعلانية على تويتر و سناب شات، بالاعتماد على ذكاء الاصطناعي. هاي المحاورة الأساسية اللي رح نتم تناولها خلال الدورة الوحدة الأولى رح نتكلم فيها عن التسويق الرقمي مفهوم التسويق الرقمي سواء كان التسويق أو الترويج لمنتجات أو خدمات رح نتكلم عن نوعين من الإعلانات إعلانات مدفوعة بتقوم الشركة التجارية بدفع ميزانية تخصيص ميزانية للإعلانات والنوع الآخر هي عبارة عن إعلانات مجانية مثل التسويق بالمحتوى وتحسين محركات البحث رح نتكلم عن النوعين من الإعلانات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وأعلانات جوجل والإعلانات المجانية تحسين محركات البحث والتسويق بالمحتوى رح نتكلم عن العناصر الأساسي للتسويق الرقمي رح نتكلم عن الجمهور يلي يعتبر من أهم العناصر التسويق الرقمي كيف بس طبق أصل أصل للجمهور المهتم بمنتجاتي أو خدماتي الجمهور الصح طبعا التسويق الرقمي بيساعدنا نصل لعدد كبير من الجمهور بيتجاوز هذا العدد 4 مليار شخص فمن الـ 4 مليار شخص أو 2 مليار شخص لازم نصل للجمهور اللي مهتم بمنتجاتي أو خدماتي فكل هذا بيساعدنا فيه الذكاء الاصطناعي كيف نصل للجمهور الصح كيف نختار استراتيجية عروض الأسعار الصحيحة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي أيضا إحصائيات بيعطينا إياها الذكاء الاصطناعي بتساعدنا للوصول للجمهور بشكل صح وكيفية كتابة إعلان بشكل صح بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي الوحدة الأولى تتضمن المعلومات الوحدة الثانية رح نتكلم فيها على الموقع الإلكتروني وأهمية الموقع الإلكتروني أنواع الموقع الإلكتروني ما هو مفهوم نظم إدارة المحتوى كيف بتمبرمشة الموقع الإلكتروني أستاذ أحمد حضرتك معي الوحدة الثانية بتتكلم على المواقع الإلكترونية أنواع المواقع الإلكترونية نظم إدارة المحتوى ما هو مفهوم نظم إدارة المحتوى رح نتكلم على برمجة الموقع الإلكتروني كيف بتعامل مع الشركات البرمجية لما بدي أروح أقوم ببرمجة موقع الإلكتروني ففي بعض المفاهيم لازم تكون متوفرة عند الأشخاص اللي بيهتموا بالتسويق الرقمي رح نعطي نصائح مميزة بهذا المجال وأيضا رح نتكلم على المتاجر الإلكترونية أنواع المتاجر الإلكترونية وهذا بيهم بشكل كتير كبير للأشخاص يلي بيقوموا بالترويج لمنتجات فرح نتكلم كيف بالإمكان الحصول على متجر إلكتروني مجاني أو برمجة موقع إلكتروني من الصفر رح نزود المتدربين بنصائح مميزة في هذا المجال وأيضا رح نزود كيفية تحسين الموقع الإلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي الوحدة التالكة رح نتكلم فيها على إعلانات جوجل رح نتكلم عن كافة أشكال إعلانات جوجل طبعا إعلانات جوجل بتتضمن إعلانات شبكة البحث الإعلانات يلي بتظهر على محركات البحث لما ببحث ضمن محرك بحث جوجل فبتظهر إعلانات فرح نتعلم كيفية إدارة هي الحملات الإعلانية على شبكة البحث النوع الآخر من إعلانات جوجل هو إعلانات الشبكة الإعلانية الإعلانات يلي بتظهر في المواقع الإلكترونية لما بكون عم بتصفح موقع إلكتروني فبيظهر في بنر إعلاني فرح نتعلم كيفية إنشاء حملات إعلانية على الشبك الإعلانية أو على البريد الإلكتروني لما بكون عم بتصفح بريد إلكتروني بيظهر عندي إعلانات فأيضا هذا من أشكال الإعلانات على شبك الإعلانية رح نتكلم أيضا على إعلانات الفيديو كيفية إدارة حملات إعلانية على اليوتيوب كافة أشكال الإعلانات التي تظهر على اليوتيوب كيف بإمكاني أنشأ حملة إعلانية على اليوتيوب كافة أشكال الحملات الإعلانية على اليوتيوب سواء كانت الإعلانات قابلة للتخطي غير قابلة للتخطي مصغرات إلى آخره من أشكال الإعلانات التي تظهر على اليوتيوب وأيضاً إعلانات التسوق الإعلانات التي تظهر ضمن بند التسوق على محرك البحث جوجل فرح نتكلم عن أداة تسمى Merchant Center أو التاجر برنامج التاجر رح نتكلم عن برنامج التاجر وكيفية ربط برنامج التاجر مع الموقع الإلكتروني الوحدة الثالثة رح نتكلم فيها عن أدوات بتزودنا فيها شركة جوجل لتحسين الحملات الإعلانية فرح نتكلم عن أداة تسمى الكلمات المفتاحية كيف نستفيد من الكلمات المفتاحية كيف نحسن الكلمات المفتاحية كيف نتعرف على المنافسين من خلال الكلمات المفتاحية أيضاً رح نتعرف على أداة تسمى الإحالات الناجحة رح نتعرف على أداة جوجل أناليتكس التي تعطينا إحصائيات رائعة بتساعدنا على الوصول للجمهور الصح وكيفية كتابة إعلان رائع من خلال الذكاء الاصطناعي فرح نتعرف كيف نقوم بإنشاء إعلان مميز من خلال الذكاء الاصطناعي رح نزود أيضاً المتدربين بأوالب جاهزة بيقوم المتدرب بملأ هاي القوالب وبتحول هذا الآلب إلى إعلان مميز الوحدة الرابعة رح نتكلم فيها عن شيء من سميه تحسين محركات البحث مثل ما تكلمنا الإعلانات على جوجل مخسوم إلى نوعين النوع الأول من سميه إعلانات مجانية تظهر بضمن محرك البحث في منتصف صفحة نتائج البحث والنوع الآخر هو إعلانات مدفوعة تظهر في أعلى صفحة نتائج البحث فرح نتعرف كيفية إنشاء أو كيفية إدارة أو تحسين محركات البحث بحيث يظهر موقع تبعنا ضمن الصفحة الأولى ضمن النتائج الأولى ضمن محركات البحث فرح نتعرف على مفهوم تحسين محركات البحث سيو رح نتعرف على مفهوم خريطة الموقع رح نتعرف على ما هو الزواحف رح نتعرف على ملف الريبوت على علامات الوصف ورح نتعرف على أداء رائعة أداء إحصائية تعطينا إحصائيات رائعة بتساعدنا للوصول للجمهور بشكل صعب هي الأداة تسمى جوجل سيرش كونسول سنتعرف عليها بشكل كامل بالإضافة كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي في تحسين محركات البحث الوحدة الخامسة بتتكلم على المحتوى طبعا من أهم الأمور في التسويق الرقمي هو المحتوى المقصود بالمحتوى مقاطع الفيديو المنشورات المقالات النصية الصور حتى في مقولي متداولي بشكل كتير كبير بين الأشخاص اللي بيشتغلوا بالتسويق الرقمي المقولي بتقول المحتوى هو الملك هيا المقولة فرح نتعرف على كيفية إنشاء محتوى رائع من خلال الذكاء الاصطناعي سواء كان المحتوى فيديو أو مينشورات أو مقالات نصية أو صور وكيفية تحويل المحتوى إلى أداء مستخدمة في التسويق الرقمي فرح نتعرف على ما هو التسويق بالمحتوى وكيفية إنشاء محتوى رائع من خلال الزكاة الاصطناعية الواحدة اللي بعدها نتتكلم على إدارة الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي فرح نتكلم على كيفية إدارة الحملات الإعلانية على الفيسبوك بكافة أشكال الإعلانات على الفيسبوك إعلانات الصور أو إعلانات الفيديو أو إعلانات التشكيلي أو إعلانات الشرائع أو الإعلانات يلي بتظهر ضمن القصص أو الإعلانات يلي بتظهر ضمن الماسنجر كافة أشكال الإعلانات يلي بتظهر على الفيسبوك والانستجرام رح نتكلم عنها بالإضافة رح نتكلم على أدوات بتزودنا فيها شركة فيسبوك أو متة مثل أداة مدير الإعلانات وأداة مركز الإعلان وأداة مدير المعاملات التجارية وأداة مدير الأعمال وبرنامج مدير الأحداث بالإضافة إلى كيفية إنشاء صفحة تجارية وإدارة الأدوار على الصفحة وكيفية إنشاء متجر إلكتروني للأشخاص يلي بيقوموا بالترويج لمنتجات أيضا رح نتكلم على كيفية إدارة الحملات الإعلانية على سناب شات كيفية إدارة الحملات الإعلانية على التوك توك وكيفية إدارة الحملات الإعلانية على تويتر الوحدة السابعة بتتكلم على سياسة الاستهداف لما بقوم بإنشاء إعلان فلازم نتعرف ما هي قيود سياسة الإعلان بحيث ما نضطر إلى تجميد الخساب الإعلاني أو شركة فيسبوك تقوم بحظر الحساب الإعلاني أو تجميد الحساب الإعلاني أو شركة جوجل تقوم بتجميد الحساب الإعلاني أو حظر الإعلان فرح نتعرف على قيود سياسة الاستهداف بحيث ما نضطر إلى حجب الإعلان أو حجب الحساب الإعلاني ورح نستفيد أيضاً من الذكاء الاصطناعي بهذا الموضوع الوحدة الأخي رح يكون في عنا تطبيقات عملية على إدارة الحملات الإعلانية سواء كانت الإعلانات على جوجل أو على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً تطبيقات عملية على أدوات التحليل أو الإحصائيات مثل جوجل أنالايتكس وجوجل سيرج كونسول بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الموقع الإلكتروني وإدارة الموقع الإلكتروني وتحسين محركات البحث الشهادات التي يمكن يحصل عليها المتدرب في نهاية الدورة طبعاً بعد اجتياز الامتحانات ثلاث شهادات من شركة جوجل ثلاث شهادات معتمدة من شركة جوجل الشهادة الأولى إعلانات شبكة البحث الشهادة الثانية إعلانات الشبكة الإعلانية والشهادة الثالثة التسويق الرقمي من شركة جوجل طبعاً امتحانات شركة جوجل مجانية ما في داعي لندفع رسوم الامتحان مجرد ما نقدم الامتحان ونستاذ الامتحان نحصل على الشهادة أيضاً شهادات من شركة فيسبوك خمس شهادات من شركة فيسبوك يتمكن المتدرب في نهاية الدورة من تقديم الامتحانات والحصول على الخمس شهادات ولكن الامتحانات في شركة جوجل في رسوم للامتحان مبلغ الرسوم يمكن 150 دولار ويستطيع المتدرب في نهاية بعد اشتياز الامتحان الحصول على خمس شهادات من شركة فيسبوك أيضاً شهادة من الأكاديمية شهادة حضور من الأكاديمية ولكن بعد اشتياز امتحان امتحان يجب على المتدرب الحصول على علامة 60 وما فوق وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70% في المحاضرات حتى يحصل على شهادة من الأكاديمية بالإضافة الدورة كاملة رح تكون متاحة في نهاية الدورة على منصة اسمها يوديمي منصة تعليمية مشهورة وأيضاً بتمنح للمتدرب الحصول على شهادة بعد مشاهدة المحاضرات على منصة اليوديمي تقريباً هيا معظم الأمور أو المحاور الأساسية في الدورة بهيك نكون انتهت المحاضرة التعريفية وإذا فيه أي استفسار أنا جاهز للرد على أي استفسار يعطيك الصحة أستاذ محمد ولا ده برافو كورس يعني دسم جداً على الماركتينج بصفة عامة مدكاس صناعية تصويق البرقمي مدكاس صناعي اشتركوا في القناة